في تعز فقد أصيب ثلاثة أطفال جراء سقوط قذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي بالقرب من مدرسة الوحدة بحي المسبح وسط مدينة تعز وأفاد شهود عيانا أن القذيفة سقطت جوار مدرسة الوحدة بحي المسبح وأدت إلى إصابة ثلاثة أطفال حالة أحدهم خطيرة وفي نهاية نوفمبر الماضي استشدت طفلتان وأصيبت تسعة آخرون بينهم نساء وأطفال بقصف مدفعي لميليشيا الحوثية على أحياء سكنية قريبة من جامع السعيد وأخرى في حي المفتش بمنطقة عصيفر شمال المدينة